تنفيذا لتوجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة بتقديم كافة سبل الدعم للأشقاء السودانيين وصلت إلى ميناء بورسودان سفينة الإمداد أبو سنبل 2 التابعة للقوات البحرية المصرية ومحمل عليها أكثر من 200 طن من المساعدات الإغاثية من مواد غذائية وإعاشية ومستلزمات طبية وأدوية مقدمة من القوات المسلحة ووزارة التضامن الاجتماعي ووزارة الصحة وجمعية الهلال الأحمر ذلك لدفعها إلى المناطق الأكثر احتياجا بدولة السودان الشقيقة والذي تعاني الولاية الشمالية فيه من أضرار السيولة